توقع عاملون في قطاع المطاعم السياحية بالأردن تراجع الإقبال على مرافقهم خلال شهر رمضان بواقع خمسين بالمئة عن مستوياتها المسجلة للشهر ذاته من العام الماضي وعز هؤلاء العاملون هذه التوقعات المتشائمة إلى تضامن الأردنيين مع أهل غزة الذين يستقبلون الشهر الفضيلة وهم يعانون من واقع إنساني واقتصادي وغذائي غير مسبوك على ما ذكره عضو جمعية المطاعم السياحية عادل مرعي وأكد مرعي أن المطاعم السياحية في عمان لن تقدم بوفهات مفتوحة نظرا لأنها تتوقع ضعف الإقبال الذي يتواكب كذلك مع مصاعب اقتصادية تعيشها المملكة